الموضوع عن المسلم يسأل هل يجوز استعمال الفياغ رحب منشط في الجماع إذا ما كان في ضرر على الصحة وما كان مسكر وكان كعلاج يجوز لقول النبي تداو عباد الله فإن الله ما أنزل من داه إلا وأنزل له دواء هل يكون الدخول إلى المسجد بالرجل اليمنى والخروج باليسرى عن النبي ما ثبت هذا أعلم أنه عند الحاكم في المستدرك ورد ولكن الشيخ والحاكم كذاب فسنده ضعيف فالخبر لا يثبت عن النبي ورد عن ابن عمر أنه كان يدخل باليمنى أما عن النبي ما ورد هل مس الفرج بدون حائل ينقض الوضوء هل مسألة خلافية بين العلماء في حديث من مس ذكره فليتوضى فاللي قالوا أن الحديث حسن ينقض واللي قالوا أن الحديث ضعيف قالوا لا ينقض الوضوء احتياطا وخروجا من الخلاف روح توضى هل تجوز الصلاة على سجادة عليها نجاسة ناشفة ما بتجوز إلا إذا غسل مكان النجاسة لأنه ما في أي دليل على أن النجاسة الناشفة طاهرة هل يجوز للفتاة ثق بالأنف لوضع الحلق نعم يجوز تثقب أنفى تثقب إذنى يجوز هل يجوز تأخير دفن الميت ريثما يأتوا أقاربه من السفر نعم يجوز وخاصة إذا كان الوقت قصير فالنبي مات يوم الأثنين ودفن ليلة الأربعة هل يجوز الزواج من النصرانية بقت على دينها إذا كانت محصنة وعفيفة وما عند عشيق يجوز وحذيف بن اليمان تزوج نصرانية فبلغه أن عمر نال منه فقال أحرام هو قال لا ولكن خشيت أن تتعاطوا منهم الممسات هل الزوجة تطيع زوجها أم أباها اطيعوا اثنيناتهم طاعة الزوج ما لم يكن معصية وتحاول ترضي أباها وتكسب قلبه هل الهوي للسجود يكون على اليدين أم على الركبتين جمهور العلماء على النزول إلى السجود يكونوا بالركبتين والصلاة صحيحة بكليهما هل القليل من النجاس يتغاضى عنه لا حاول طهر قدر استطاعه والدليل لما مر النبي بقبران قال إنهم يعذبان إلى آخر الحديث منهم الذي كان لا يستنزه من البول هل يجوز للرجل إجبار زوجتي على ربط الرحم لا لا يجوز بل كي اتطلقت بعد فترة وراحت وتزوجت تحرمنا من الولد لا إلا إذا في خطورة على صحتها ولل اضطرار هل يجوز الذكر وقراءة القرآن باللباس الداخلي للرجل نعم يجوز والستر أولى فالله أحق أن يستحيى منه من الناس هل يجوز لبس كنزي عليها صور إذا كانوا صور ذات أرواح فلا يجوز والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة هل هناك نساء ذكرنا في القرآن هون والله ما فهمت السؤال منيح بس إذا قصدك نساء بشكل عام نعم ذكر أم موسى وأخت موسى وإمرأة العزيز وإمرأة نوح وإمرأة لوط وإمرأة فرعون أما إذا قصدك بإسمه فورد مريا فقط وإذا كنت تقصد نساء أنبياء فلا لأن الله قال وما أرسلنا قبلك إلا شو رجالا أما نساء ما فيه وإذا قصدك أنه قول الله أوحينا إلى أمي موسى أن أرضيه هون الوحي الهام والله أوحى إلى النحل بس ما فهمت سؤالك كثير أمي غاضبة وتدعي علي ماذا أفعل أول شيء الأم ما بيجي استدعي على أولادها لأنه النبي قال لا تدعو على أولادكم حاول التراضيع على قدر استطعتك وبالمعروف هل يجوز دخول الحمام بسلسال عليه اسم الله يكره ذلك حطوه بره وإذا خفته ينسرق فحاولوا تخبوه هذا والله أعلم سلام عليكم